نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول اختتم مجلس تنمية الاقتصادية بنجاح زيارة استمرت أسبوعا إلى الهند والتي بدأها في التاسع من الشهر الجاري ورأس الزيارة سعدت السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وشملت الزيارة سلسلة من الفعاليات والاجتماعات لاستعراض الفرص ذات القيمة المضافة في القطاعات ذات الأولوية لأسيام الصناعة والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام المستثمرين من الجمهورية الهندية وعلى هامش هذه الفعاليات أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن نجاحه في استقطاب استثمارات بقيمة تقارب 33 مليون دولار أمريكي من شركات الرائدة مقرها الهند عبر عدة قطاعات وافق مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا خلال اجتماعه المنعقد في السادس عشر من شهر سبتمبر 2024 على إبرام اتفاقية غير ملزمة مع شركة التعدين العربية السعودية معادن وذلك تمهيدنا للبدء بإجراءات العناية الواجبة وتقديم جدوى الاندماج المحتمل مع وحدات أعمال قطاع الألمنيوم الاستراتيجي التابع لشركة معادن حيث ستساهم هذه الخطوة في تعميق أواصل التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من جانبه أكد سعادة السيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألبا أن الاندماج المحتمل مع شركة معادن سيسهم في تعزيز نمو شركة ألبا لتصبح شركة رائدة عالميا كما سيرسخ مكانتها كأكبر شركة منتجة للألمنيوم في المنطقة والآن مع أداي أسواق المالية الخليجية قال وزير الاستثمار السعودية المهندس خالد الفالح أن جمهورية مصر العربية تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المصرية الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين باتحاد الغرف السعودية في الرياض وأشار الفالح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر أكثر من 124 مليار ريال خلال عام 2022 و2023 في ذات السياق أعلنت الحكومة المصرية عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الرياض كما تعد الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات في البلدين ومن المقرر دخولها حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين دولة الرئيس أصحاب المعالي والسعادة لا يخفى على أحد أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023 ميلادي والسوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة وكافة القطاعات المتمثلة بالنشاط الاقتصادي سواء السياحة والنقل البنية التحتية تطوير العقاري والزراعة والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها حجم الشركات المصرية اللي بدأت تستثمر هنا في المملكة وإن العدد النهاردة تجاوز الـ 5700 شركة مصرية ده شيء عظيم جداً يؤكد إن هناك استفادة مشتركة وده حنكون إحنا أكثر سعادة وفرحة كل ما حتزيد الاستثمارات المصرية في المملكة بنفس الشيء وبنفس الوتيرة أن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر في خلال الفترة القادمة